نواصل الآن بعيدا عن السياسة ولكن فيما له علاقة بالتغيرات الطبيعية وكذلك أو تحديدا في القارة الإفريقية فيقال محيط جديد سيشق ثاني أكبر القارات إفريقيا سيشقها إلى شطرين ليس هذا الطرح بالأمر الجديد لكن الأبحاث والدراسات المستمرة حتى يومنا هذا تدلل على حصوله لكن كيف؟ وما الذي يحدث؟ بدأ الأمر في عام 2005 عندما رصد العلماء صدعا عملاقا طوله أكثر من 50 كم في المنطقة الصحراوية في إثيوبيا بفعل النشاط الزلزالي والبركاني هذا الصد في واقع الحال نجم عن نشاط الصفائح التكتونية خلال ملايين السنين وقد بدأت في منطقة هي اسمها عفر شمال إثيوبيا مرورا بكينيا وتنزانيا وصولا نحو الجنوب في زمبابوي وبمعدل يتراوح بين 2.5 سنتيمتر إلى 5 سنتيمترات يؤكد الباحثون أن الصفيحة الصومالية تبتعد عن الصفيحة النوبية الكبرى وبالتالي فصل القرى الإفريقية إلى جزئين يتوسطهما المحيط وهذا تماما ما حدث قبل مئات الملايين من السنين حيث يعتقد أن قرات أفريقيا وأمريكا الشمالية والجنوبية كانت متلاصقة قبل أن تتباعد ويتوسطها المحيط الأطلسي بالطبع مثل هذه التغييرات الكبرى لا تحدث بين ليلة وضحاها بل إنها عملية بطيئة للغاية وتستغرق ملايين السنين وفقا للأبحاث والدراسات